أميثة تقول أنا عندي بنت مراهقة يعني كيف أقنعها في موضوع الحجاب تقول يعني بعض البنات الآن عندهم يعني كلام يقولون أهم شيء النية وكيف يعني يصرح ينفع الحجاب والنية يعني غير جيدة وشيء من هذا ألقبي أختي أميثة بارك الله فيك أولا بالنسبة لإقناع البنات في قضية الحجاب يكون أولا بالنص الشرعي بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك تقرأين عليها الآيات القرآنية مثل قول الله عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وبقية الآيات وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن نبي عليه الصلاة والسلام أمر المرأة إذا حاضت أن تحتجب يعني إذا بلغت أن تحتجب ولذلك البنت إذا بلغت وجب عليها الحجاب الأمر الثاني يجب على كل بنت أن تعلم بأن هذا أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم لأنه لا يجوز للمسلم أن يتخير بين أمر الله ورسوله وبين هواه ولذلك قال تعالى وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِ وأمر الله عز وجل بالاستجابة له ولرسوله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم معلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون والنبي عليه الصلاة والسلام قال كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى قال وَمَا يَأْبَى يَا رَسُولَ اللَّهُ؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى المسألة الثالثة أن أي بنت تعاند هواها ورغبتها طاعة لله وطاعة لرسول الله هذا الدلع على أن تحب الله ورسوله فمحبة الله ورسوله الاستسلام لهما ومعارضة الهوى ومعصية الشيطان فأي بنت فعلا عصت هواها وشيطانها وأيضا بعض الناس الذين يقولوا له لا أترك الحجاب وشيء من هذه الشبهات قالت لا استجابة لله هذا الدلع على محبة الله المسكونة في قلبها وعلامة خير هذه بالنسبة للبنت التي تستجيب وتتحجب رغم أن هناك معارضات أو مناكفات أو تشويش عليها الأمر الآخر غريب جدا هذه الشبهة كأن البنت هذه تتهم نيتها وقلبها تقول يعني إذا كيف أتحجب الني طيب هل معقول الإنسان والعياذ بالله يتهم قلبه ونيته يقول أنا فاسد النية وخبيث الطوية هل معقول بنت تقول هذا الكلام والعياذ بالله طيب لماذا لا تقول الحمد لله أنا قلبي طيب وظهر أثر هذا في الحجاب دائما الذي في القلب يظهر على العمل يظهر على الجوارح الأطباء الآن يعرفون من دون فحص أن هذا المريض عنده تعفن في المعيد لوجود آثار وعلامات على الشفتين أو في اللسان كذلك المعاصي هذه تظهر على الجوارح فالبنت تقول الحمد لله قلبي طيب ونيته طيب وأنا مستجيبا لله ومستجيبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعجيب أمر هذه الشبهة يقول والله طيب ليش نتحجب وبعض الناس نية طيب بعض الناس إذا نية طيبة ليش أنا أتهم نيتي بأنها نية فاسدة يعني هذا اتهام إنسان يتهم نفسه والعياذ بالله بأنه عنده شيء في قلبه والعياذ بالله ولذلك تستجيب لله تستجيب لرسول الله وتتمثل الحجاب المسألة الأخرى الحجاب والله كل خير المرأة إذا احتجبت نالها كل خير نالها كل خير وبعض الناس يعني على أقل تقدير وأنا عندي تقصير مثلا الحمد لله التحجب يعني بعض البنات تتحجب حتى تحصل الخير يعني إذا كان قصرة فيه جوانب لا تقصر فيها يعني بعض الناس الشيطان يأتيه مثلا بعض الناس يقول ليش تصلي الشيطان يأتيه يقول ليش تصلي وأنت عندك المعصية الفلانية لا صلي واسأل الله يتوب عليك من هذه المعصي فلذلك بارك الله فيك هذه الخطوات فيها تحبيب للبنات في مسألة الحجاب وأن تكون أيضا البنت لا تكون إمعة تكون هي المؤثرة هي القدوة ما تتأثر بكلام البنات الأخريات لا خلي البنات هم يتأثرون فيها سي القدوة هي تأخذ يعني زمام المبادرة في نشر السنة ونشر الخير بارك الله فيك اشتركوا في القناة